السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ومرحبا بكم مرة أخرى نتابع التطورات الأخيرة لجمع عام الذي يعقده نادي الرجاء البيضاوي في هذه الأثناء وأخبار مفادها أن هناك اكتمال النصاب القانوني للجمع العام للنادي الرجاء وقد انتلقت منذ قليل فعاليات الجمع العام للنادي البيضاوي وذلك باكتمال النصاب القانوني ومن المنتظر أن يشهد هذا الجمع العام انتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين للنادي وكما هو معلوم فإن عادي الهالة يعتبر هو المرشح الوحيد لرئاسة النادي وذلك لوائلاية تمتد لأربع سنوات بعد وضعه لملف ترشيح وحيد لدى الكتابة العامة للفريق وذلك في الثالث من شو تنبير الجاري وجدير بالذكر أنه راجة أخبار مفادها أن الجمع العام للرجاء الريادي مهدد بالتعجيل لخمسة عشر يوما وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث علم من بعض الأعضاء من بعض أعضاء المديري لرجاء من مكان عقد الجمع العام أن حضور المخارطين لم يكن بأعداد كبيرة وكانت بعض من المخارطين دعوا إلى مقاطعة هذا الجمع العام ورغم تدخل الرئيس السابق محمد أوزال وعدد من المسيرين السابقين البارزين إلى أن الحضور لم يكن قويا منذ قليل كما يقول المصدر مما سيؤدي إلى تأجيل الجمع العام لأسبوع وفقا للقوانين المعمول بها حيث أن معارض عادي الهالة لم يرقم الأمر أنه المرشح الوحيد لرئاسة النادي وبهذا الأمر كتفوا جهودهم خلال 24 ساعة قبل الجمع لنصف الجمع العام بينما لوح هالة بالانسحاب كذلك من صباق الترشيح وسحب اللائحة التي تقدم بها داخل العجال القانونية غير أن الأخبار الأخيرة تفيد بأن الجمع العام بلغ النصف القانوني وأنه الآن يعقض في أحد الفناطق بمدينة الضار البيضاء كان هذا هو المسجد بالنسبة لجمع العام الرجال البيضاء الذي يعقض في هذه الأثناء شكرا على وفائكم وإلى اللقاء